اهلا بحضراتكم من جديد يعني هذا المران قبل الاخيرة باش مهندس مرسل كولر يمكن نزل انت مش ملاحظ حاجة صور النادي السلك اتعمل فيه ايه هو قافل على الفرقة حتى على مستوى الناس اللي كانت تقفى صورة تتفرج على التدريب والحقيقة ده كان زمان الجمهور بيخش تتفرج على التدريب وكان يعود اندهوا اللعيب وخرجوهم برا فكرة استفادة الكاملة من التدريب فاحنا كل شوية بناخد خطوة احترافية ونتعود عليها في الاول الاعضاء اديقوا بس يبلوها لما عرفوا ان ده مصلحة الفرق فعايزين وبالمناسبة احنا وانحنا بنتكلم عايزين نبني على كل ما هو ايجابي المباراة دي يا استاذ ابراهيم جاية فيه اجواء مختلفة جديدة اجواء جديدة ادارة الناديين والمفاق الرياضي اهل المشئولية الرياضية كلهم يعني يشعروا بالارتياح للخطوات اللي بياخدوها مجلسي ادارة الاهل والزمالك ولا نلتفت الى بعض الشزوز في حدث ولا بتاع اه يعني حيرجع يتصاوب كل حاجة لان الناس لسه مش متعودة على هذا الجو لكن الجو بشكل عام نقدر نقول بنسبة تسعين في المية احنا عايشين اجواء صحية نرجو ان المباراة دي اه تعافظ لنا على هذا المكسب ونخرج بالمعنى الحقيقي لنبذ التعصب والروح الرياضية الجميلة اللي الغياضة بتلح عليه طيب ده المرانا ديكو شايفين مدى الجدية طبعا الغيابات المؤكدة في الاهل الو ديانج سافر للنمسا وبكرة التلاتها يخضع ان شاء الله لجراحة بالمنظر الاستكشافي على الرقبة ان شاء الله يكون جراحة بسيطة ويرجع لنا الو ديانج الدبابة المالية ان شاء الله في اسرع وقت طبعا الشناوي حارسنا العملاق الكبير بيواصل تدريباته التأهلية غيابه على المباراة بالاضافة الى ياسر ابراهيم اللي اصيب ايضا وبيقد تدريباته التأهلية لكن اذا كان الشناوي غايب اعتقد مصطفى شوبيرا باشموندس اكتسب من السقة في الفترات الطويلة اللي مطم من الجمهور هو دي الخمة الاولى دي على فتر لأ مصطفى عبر كل التجارب السابقة ايه هو جون موهوم ايه شخصية ايه اشتغلت على نفسه ايه دي نقطة مهمة جدا ايه انه مش قاعد محبط من الركنة عارف لما يجيله الاختبار يكون عند الموعد يعني خرج من جلباب ابيه مؤكد يعني مصطفى شوبير النهاردة يقيم النهاردة وصل انه يترشع للمنتخد فوصل لمرحلة انه مصطفى شوبير قيمة مستقلة بذاتها ايه صحيح اسم والده لا يمكن انه هو يعني ما يتخفف منه وله الشرف ايه ولكن عليه ان يضع هدف خبيث جدا انا عايز اتفوق على ابويا اسعد واحد في الدنيا لما حيتقاله هذا الكلام في لحظة في ماء الكابتن شوبير حيحس انه هو عمل اللي عليه صحيح فاتمنى ان الكابتن مصطفى شوبير يكمل على هذا النجاح ومش عايزين باستمران نتكلم وكأنه في اختبار دائم مع كل غلطة هيحدث الاخطاء وردة في كرة القدم ولكن المستوى العام والشخصية العام والقرارات والصحصحة والتركيز هو برهن على انه يملك كل هذا طول ما هو جاد وبيشتغل على نفسه حيتطور وطول ما هو بيتطور حيقدم لنا النسخة التي ينتظرها النادي الاهلي لحارس كبير طيب في التدريب واضح جدا برضو محمود عبد منعم كهربا وكهربا دي اول مباراة قيمة ليه بعد انتهاء الازمة بتاعته سداد قيمة الغرامة اللي عليه ومن الطبيعي انه معنويات تكون الحمد اللي لك ويسر شوف ناس كتيرة حابت تتوقف وتستغل تعليق قاله مصر كولر اي ان ترتيب كهربا عندي نمرة ثلاثة وكولر دائما في اللحظة في اللحظة دي اي لانهو مش في الجهزية الكاملة بتاعته اي لكن كهربا في جهزيته اي ترتيبه مش ممكن يكون نمرة ثلاثة طب مين اللي يقدر يعدل هذا الترتيب كهربا يبقى الكلام دا بيتقال ليه لكهربا لتحفيزه طبعا يا كهربا خلصت من مشاكلك وحتى قال الرجع بيتمرن بقوة وبتركيز بس هو دا اللي عايزه مصر كولر اتمرن ليه كويس انا بقدر جدا ما يحدث في التمرير اذا هو ترتيب جهزية انية مش ترتيب قدرات مؤكد طبعا لانه مش هتجر انت مش هتختبر واحدك صحية صحية فانما كهربا مش عايزه يرتاح بقى من عبء إثبات الزات انه كان عليه غرامة وعايز يفضل ليس في الزات لا دا انت عايز تبقى تحررت من كبوس ها واتطمنت انك انت خلاص الاخفات انتهت وبإذن لم تتوقفش لأي سبب آخر اي حد تلككلك على كلمة على تعليق على طريقة احتفال خلي بالك فيه ناس هتفضل بصالك اي انت العيم كبيرة كهربا من جيل الخبرات الذي يعول عليه النادي الاهلي الكهربا في البيان اللي طلعوا بعد سداد الغرامة ممتن جدا للنادي الاهلي سعيد جدا بجمهور الاهلي بيشكر جدا الاهلي والكابت المحمود الخطيب يمكن بحكم التصاقي اي اعلم ما فعله الاهلي معه اي وكهربا ممتن لانه حظي بالدعم الذي يستحقه اي واكتر بحتة كمان اي اي كهربا لو لهذا الدعم كان حيق يبقى فيه عبء جامد مالي عليه اي والدعم خده من حقوق اي 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 مش مجرد رجال اعمال عايزين يوقفوا مع لعيم كل واحد خد يعني اتعملت له اعلانات اه ممكن المجاملة في القيمة بتاعت الاعلان نسنده نعمله وا اكتر ناس دعمت كهربا في هذا الموقف زميله اللي ما قالوش اشمعنا مدركين الراجل ده لازم يتعامل بشكل ما نقس عليه اي اه اه اتجدد العقود انه ينتظره ربما خبر سعيد جدا هو دفع بالنيابة دفع النابلغ كاملا وينتظر النادي الالفش البرتغال الجمراتafisch نادي أفش أول ما حيلعب كهرباء هيقفش أفش هيقفش فيه فأفش هو سادت بالنياب عن أفش مليون ومتين ألف بص الغرامة مليون ومتين وحدة يعني دولار حيبقوا يرجعوا نتمنى إن برضو دي لإن الحقيقة ما حدث لافش ما كانش يستحقه لو كان هناك شفافية وإنصاف